السلام عليكم سباحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت يقول ما المراد بالآية الكريمة وكيف نفرق بين القتال الشرعي والقتال المحرم هذا فرق بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سئل من الذي يقاتل في سبيل الله قال من قاتل لتكون كريمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا الجواب فاصل جامع